السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في سورة التوبة في مشهد الحقيقة الحقيقة المشهد ده مشهد مفاجئ لبعض الناس وبعض الناس ما بيصدقش ان في هذه النوعية موجودة بنا انما القرآن قص علينا قصة نفر من المنافقين عملوا عمل غير عادي هم كانوا نفر من المنافقين كانوا 12 منافق 12 منافق الـ 12 منافق دول اتبعوا واحد مجرم ورأس المنافقين اسمه ابو عامر الراهب ابو عامر الراهب ده راح عشان يتفق مع قيصر علشان يجيب له جنود ويطلب منه مدد يحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو عامر الراهب والمنافقين قعدوا يفكروا يعملوا ايه يعملوا ايه علشان يزعزعوا وحدة الصف وعشان يعملوا فتنة في المجتمع وعشان ينشروا الفساد في المجتمع وعشان يقودوا الحركة الاسلامية الموجودة في المدينة المنورة وعشان يحاربوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشان يؤضوا على الاسلام تماما وعشان يخلصوا على المسلمين وعشان يزهقوا اروحهم وعشان 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 قعدوا يفكروا ويفكروا ويفكروا وفي الآخر توصلوا الى حل شيطاني عارفين هو ايه؟ انهم يبنوا جامع مش هتسدق انت والله زي ما بقولك يبنوا جامع جامع مسجد يبنوا مسجد علشان يبقى مركز للفتنة يبنوا مسجد علشان يبقى قاعدة انطلاق يبنوا مسجد عشان يبقى مكان للتعبئة يبنوا مسجد عشان ينفزوا فيه مخططهم الرهيب الشيطان اللعين يبنوا مسجد علشان يدلسوا فيه على الناس يبنوا مسجد علشان يدجلوا بيه على البسطاء يبنوا مسجد عشان يتسطروا وراء الدين عشان ينفزوا مخططاتهم القذرة ونواياهم الخبيثة اقسم بالله هذه الآية تنطبق انطباق عجيب علينا اليوم في مصر أن في البعض بيتسطر وراء الدين علشان يعمل جرائم لا حصر له يعني البعض بتجده ولا حول القوات إلا بالله متخصص في هذا النوع من الأعمال العجيب أن القرآن الكريم فضحهم وتكلم عنهم وقال بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله عاوزك تتخيل هذا النوع من الناس وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أرادنا إلا الحسنة والله يشهدوا إنهم لكاذبون أظن يعني شوف لما أقولك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين تشوف كم حاجة والذين اتخذوا مسجدا ضرارا سمى مسجد ضرار والقصة دي على فكرة اللي عاوزي يقراها ويشوفها في السيرة حيقراها في كلمة مسجد الضرار أو اكتبها كده في مسجد الضرار حتى على النت تقرأ الموضوع شوية بشكل متوسع اتخذوا مسجدا ضرارا أدي واحد وكفرا واحد بيتخذ مسجد والله العظيم أنت الآية دي محتاجة شرح مهم جدا واحد بيتخذ مسجد عشان ينشر به الكفر أنت شفت بالله عليك شفت دي في حياتك ضرارا أدي واحد وكفرا أدي اتنين وتفريقا بين المؤمنين أدي ثلاثة ايه المصايب دي أربعة وإرصادا لمن حارب الله ورسوله يعني عارف المرصد وقاعدة ومنطلق ومركز تجمع لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسن ايه يا عم والله العظيم أنا 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 ما عملت المسجد ده إلا ابتغاء مرضوات الله ويعمل لك الضط كده ابتغاء مرضوات الله والله إحنا عملنا ده ما نبتغي إلا وجه الله إحنا بنحب مصر أكتر ناس خربوها أكتر ناس تلقاهم بيقول لك إيه يا حبيبتي يا مصر أنا بحب مصر الحائن يا مصر أنا بموت فيك يا مصر ويقول لك هذا الكلام ويقوم يتحالف معه منظمات مشبوهة وتمويل أجنبي وجمعيات معروف تعاملاتها المخابراتية والمسيئة للبلد ويطعن في قواته المسلحة ويتطاول على الشرطة ويحرد على النظام ويزرع الفتن دول حرق العالم عملوا حاجة أكتر من كده تخيل حضرتك لما شفنا هذا الكلام من بعض الفصائل المشبوهة اللي بيدعوا حب البلد وانت شفت بعنيك إنه هم أكتر ناس بتتطاول على البلد فتستغرب إيه حالة الشيزوفرينيا دي أو حالة الانفصام اللي عند هؤلاء الناس مالهم في إيه يقول لك والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لما الحارب الله ورسولهم من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنة يعني العجيب في كلمة ولا يحلفن يعني ده إعجاز قرآني عجيب لأنه هو قالها قبل ما يعملوا كده هتلاقيهم العلامة بتاعته يحلف والله إن أردت إلا الحسنة يعني دايما في ناس عنده اليمين ولا تفرق معاه إن هو منافق ما هو منافق أصلا فأنت حتاخد منه إيه المنافق يظهر عكس ما يبطن المنافق في باطنه كافر وفي ظاهره مؤمن ودي خطورة قال عن أنواع الأعداء الأمة هم المنافقين دول لأنه هو مزرع جوانا المنافق دايما بتلقاه داخل المجتمع وخد بالك من حاجة الإسلام مر بمرحلتين العصر المكي والعصر المدني النبي عليه الصلاة والسلام قاعد في مكة 13 سنة وقاعد في المدينة 10 سنين في العصر المكي لاحظ أنه وكانش فيه منافقين إنما المنافقين زهروا في المدينة طب ليه ما كانش في العصر المكي فيه منافقين لأن المنافق لا يتعامل مع الضعيف المجتمع المسلم في مكة كان ضعيفا مستضعفا وبالتالي الضعيف لا ينافق مش محتاج حد ينافقه حنفقك ليه منت ضعيف إنما لا ينافق إلا القوي يعني القوي فقط اللي تلقى بعض ضعاء المجرمين عشان خايفين منه ينفقوه يحاولوا يتحركوا بالنفاق فشوف القرآن الكريم قال لك اوعى تتغر بالظواهر الإيمانية المزيفة اوعى ايه اوعى تتغر بالظواهر الإيمانية المزيفة اوعى تتغر بمصوح الرهبان اوعى تتغر بالذين يتمسحون في الدين والدين منهم براء اوعى تتغر في الذين يتطولون على دين الله وعلى القيم الأخلاقية هم دول زيهم زي والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا شوف يا أخي اللفظي والله أصد منه بس تعجب وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصاد لمن حارب الله ورسوله من قبل يعني ناس نواهم شريرة جدا وهو مسجد أهو بيت ربنا وفعلا ده فيه بعض الزوايا وبعض المساجد بيقف عليها خطباء بيحردوا على الجيش بيحردوا على الدولة وبيحردوا على الشرطة وبينشروا الفتن وبيزرعوا المصايب في المجتمع وبينشروا الكفر وبينشروا البدع وبينشروا الضلالة أهو مسجد أهو لكن شفت الناس استعملوه في ايه بعض الناس استعملوه في ايه وقص على ذلك بقى كل الظواهر الديني كل الظواهر الدينية اللي الحقيقة تعكس موراها مصيبة كارثة زي اللي بينصب على أموال الناس ويقولك بحجة توظيف الأموال وهي له في الأموال توظيف الأموال وكله بقى يقولك إيه العطرة الإسلامية العصير الإسلامي الأكل الإسلامي وخش بقى والناس مساكين وغلابة هم الناس وحتى السياسة دخلنا في حتة الحكم الإسلامي وكانت النتيجة وخيمة العواقب احنا عايزين نقول لابد أن تنتبهوا لا تغتر بالظواهر الإيمانية لازم يكون عندك عقل يفحص ويمحص ويسترشد ما تتعجلش ما تخليش العطفة تغلبك وبتكون النتيجة يا ما عرسان مزيفين اتقدموا بالسبحة وزبيبة الصلاة والطقوة والصلاح وتلعوا بعد كده زئاب ضواري أفسدوا في الأرض وأفسدوا الأسر وعزبوا بنات الناس كل دوت برضو باسم الدين يا ما ناس حلفتلك على المصحف وهي أكثر من المنافقين وأشد خطورة من عبد الله بن أبي بن سالون الخزرجي وعاوز أقول لكم على حاجة في ناس الكزبة عندهم سجية واليمين عندهم ولا حاجة يا أخي لا حيوقف قدام ربنا يوم القيامة يحلف لربنا بربنا يقوله زنيت يقوله وعزتك وجلالك واف ما قدام مين بقولك قدام ربنا يقوله وعزتك وجلالك ما زنيت سرقت يقوله وعزتك وجلالك ما سرقت شوف الجرأة يعني شايف الملايكة والصحف تطيرت والجبال سيرت والقبور بعصرت والبحار سجرت والنجوم تناصرت والناس في حالة رعب والأنبياء في حالة من حالات الفزع وده عنده الجرأة أنه يقف قدام ربنا يقوله وعزتك وجلالك ما زنيت وعزتك وجلالك ما سرقت كاذبين ناس كاذبين ولذلك ربنا بيقول إيه يوم يبعثهم الله جميعا شوف في سورة المجادلة يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم عاوز إيه مصيبة أكتر من كده إذا كان بيحلف ربنا كذب مش هحلف لأنه وأنت كذب سيبك سيبك ما تاخدش بأيمان حد وخليك حويط وناصح وفاهم المؤمن كيس الفاطن سيدنا عمر يقول لست بالخب أنا مش مخادع لست بالخب ولا الخب ويخدعني اوعى تنخدع بالظواهر الإيمانية التزم بالقانون والتزم بالمنطق والتزم بالعرف السائد والتزم بالحق ولا تنخدع لأن كل إنسان له ما له وعليه ما عليه عشان كده ربنا قال وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَادْنَا إِلَّا الْحُسْنَةِ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ هذا تقرير القرآن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى هذا المسجد الشرير أو المسجد المدمر أو مسجد الفتنة أو بيقولوا عليه مسجد الضرار ما اكتفاش إنه طرد هؤلاء المنافقين وعقبهم لا ده نعاوز أقول لحضرتك إنه النبي هد المسجد صلى الله عليه وسلم وحرقه شفت في حياتك مسجد بيتحرق حرقه لأنه ده مسجد ضرار كان بينشر الفتنة في المجتمع اوعى تستجيب لدع الفتنة حتى لو كان بي يتسطر خلف آيات قرآنية أو أحاديث نبوية ربنا ينجينا وينجيكم من الفاتنين المفتنين الذين يفتنون الناس وهم يتسطرون خلف دين رب الناس أسأل الله لنا ولكم العافية ولمصرنا الحفظة والرعاية والعناية وصال لهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم